أما أهل العلم الساكتون على الحق فهؤلاء القرآن ذكرهم في مواضع كثيرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناز في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين يتابوا وأصلحوا وبينوا من لم يتب منهم الآن ويصلح ويبين ويقول إن الجهاد واجب لأن هؤلاء أعدام متصبون لبيت المقدس كل من يؤمن بالله وكل من يقرق والله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عليه أن يفزع ويهب ويناصم العلماء ومن غيرهم هؤلاء قتلوا مجرمون اغتصبوا بيت المقدس واغتصبوا فلسطين فما دوركم يا علماء والله تباكت عليه توعدكم إن الذين يكتبون ما أنزر الله من الكتاب لا تكتبوا هذا كتاب الله لا تكتبوه إن الذين يكتبون ما أنزر الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا يأخذ به المناصب والكراسي هذا الثمن يشتروا به ليكون عضفية العلماء ويأخذ عشر ألاف إسمعوا الوعيد إن الذين يكتبون ما أنزر الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ليأكلوا فيه هذا المال هو نار بطونهم هي نار مملوء بالنار ما يأكل في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب الأليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار لابد أن يتعظوا لابد أن ينتبهوا العلماء دورهم مقدم على الدور العامة سموا القدوة هم الذين يحملون الرأي هم الذين يتقدمون الصفوف هم الذين يطلبون الشهادة هم الذين يعرفون قيمة الشهادة أما إذا نكسوا وصمتوا وتركوا عدوهم يفعلوا بالمسلمين فعليهم أن يتحمدوا وزر العلم الذي حملوه ولم يؤدوا ما عليهم فيه ترجمة نانسي قنقر